من السلوكيات الخاطئة والتي تصل الى حد المصيبة عدم تعليم اللغة العربية للاطفال في بعض العائلات بل انهم يفتخرون بذلك وكأن تعلم اللغة الاجنبية وعدم اتقان العربية وسيلة لدخول الجنة اذا من الله سبحانه وتعالى عليك ان تكون في المنطقة العربية فانه لابد ان تعلم اطفالك تلك اللغة لانها مفتاح فهم الكتاب والسنة ومفتاح فهم الطراث الموروس ومفتاح فهم ذلك المجتمع الذي سيعيش فيه واللغة والفكر وجهان لعملة واحدة فاللغة المستقيمة تؤدي الى فكر مستقيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم هدئ روعي يا رب العالمين اللهم هدئ بالنا واصلح حالنا وارشدنا الى سواء السبيل اللهم امين امين